إذن قلنا في الأول أبنائي سوف نقوم بحساب مركبات الشعاع إذن مركبات الشعاع إذن قلنا مثلا هنا عندنا الشعاع A B هذا الشعاع A B إذا رسمنا هكذا A B لاحظوا أبنائي إذن قلنا هنا A ونقول هنا مثلا B هذا هو الشعاع A B ركزوا هنا أرجوكم بما أننا نريد حساب مركبات نرمز إليها بهذا الرمز ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ تقول النهاية ناقص البداية ها هي النهاية اللي هي A A B نكتب إحداثيات هي الأولى واحد والناقص ثلاثة والاثنان ثم نضع ناقص 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 إحداثيات A ما هي؟ هي واحد واحد وصفر نكمل الآن أبنائي تصبح ماذا؟ تصبح تساوي واحد ناقص واحد وهو صفر والناقص لاحظوا الناقص ثلاثة مع الناقص واحد تصبح الناقص أربعة واثنان ناقص صفر وهي اثنان هذه هي مركبات الشعاع ماذا يا أبنائي؟ الشعاع A B لو قيل لنا كذلك مركبات الشعاع مثلا A O هنا بكل بساطة نضع إحداثيات الأو هي الأولى ها هي أمامكم وهي صفر 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 ناقص 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 إحداثيات الأو ها هي أبنائي وهي واحد واحد صفر ثم نكمل هكذا تصبح ناقص واحد وناقص واحد وصفر هذه هي مركبات ماذا؟ كذلك لو طلب منها وقال مثلا B O مثلا لاحظوا مثلا B O نلاحظ هكذا B O كمركبات الشعاع ماذا يعطي لنا؟ صفر 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 نهاية ناقص البداية وهي واحد وهنا ناقص ثلاثة تصبح زائد ثلاثة إحداثة وهنا إثنان تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح ناقص واحد وثلاثة وناقص إثنان بهذه البساطة مطلقة قد تعلمنا كيفية حساب مركبات شعاع فقط